موسيقى نشرة الأخبار من قناة كومينفانت كاتخ مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى التفاصيل بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تانئتين إلى السيد نزار بركة وذلك بمناسبة عادة انتخابه أمينا عما لحزبي الاستقلال وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن خالص تهانئه للسيد بركة على تجديد الثقة التي حظي بها من طرف المجلس الوطني للحزب تقديرا لعماله الحزبي المثمر كما أعرب جلالة الملك عن متمنياته بكامل التوفيق للسيد بركة في مواصلة النهوض بمهامه الحزبية على أحسن وجه من أجل تحقيق تطلعات هيئته السياسية لتوطيد مكانتها في المشهد السياسي الوطني وتعزيز ادطلاعها بمهامها الدستورية بروح المسئولية العالية والغيرة الوطنية الصادقة بما يسهم في خدمة المصالح العليا للوطني والمواطنين ومما جاء في برقية جلالة الملكة وإننا إذ نطلب منك إبلاغ كافة مناظلات ومناظلية حزب الاستقلال عبارة تقديرنا السامي لنعرب لك عن سابغ عطفنا وموصول رضانا بتعليمات ملكية سامية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبدالطيف الودي استقبل الاثنين بمقر الإدارة وبحضور الفريق أول مفتش عام القوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية الأميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال أطلسي الناتو والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من الثامن والعشرين إلى الثلاثين من أبريل الجاري وفادت دارة الدفاع الوطني في بلاغ بأن هذه الزيارة للمملكة تندرج في طار جهود الناتو لتعزيز شراكاته مع أعضاء الحوار المتوسطي في أفق استقاء تقييم للوضع الأمني الإقليمي وتوطيدي فرصية التعاون مع الحلف وضاف المصدر ذاته أن المسؤولين تترق خلال هذه المحادثات لمختلف أوجه التعاون بين حلف شمال أطلسي والمغرب في مجالات التكوين وتعزيز القدرات بغية ضمان الأمن في المنطقة المتوسطية حل اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي مامادو تنقرا حملا رسالة خطية إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس من رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو كل التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع مع كيشان فرحان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا استقبل بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي مامادو تنقرا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس من رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو هي مناسبة لأنوها بالعلاقات المتميزة بين المغرب وغامبيا وبالدعم الملموس الذي تقدمه المملكة بقيادة جلالة الملك من أجل إنجاح قمة منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها ماي المقبل في غامبيا رئيس الديبلوماسية الغامبية اغتنم هذه المناسبة لتجديد تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما فيها الصحراء المغربية كما جدد الوزير الغامبي التأكيد بالمناسبة عن عزم بلاده على العمل سوية مع المغرب لتحقيق الأهداف المسطرة من أجل إفريقيا مزدهرة ومتضامنة ومستقرة مؤكدا أهمية المبادرة الملكية من أجل الأطلسي التي تعد ضمانة للاستقرار والرخاء في الشأنية الحكومي أعلن رئيس الحكومة عزيزة خنوش بالرباط أن الحكومة والمركزية النقبية توصلت لاتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ ألف درهم صافية شهريا وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي أخ النوش أوضح في تسريح للصحافة أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريب على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهريا يصل إلى أربعمائة درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور في قطعات الصناعة، التجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة عشر في المئة جديدة في هذه الجولة وبهذا الاتفاق يضيف رئيس الحكومة يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي أربعة ملايين ومئتين وخمسين ألف من ضمنهم مليون ومئتين وخمسين ألف موظف في القطع العام وثلاثة ملايين أجير في القطع الخاص وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطية والاجتماعية للمملكة في خبر آخر اختتم تامسي فعاليات الدورة السادس عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس دورة هذه السنة استقطبت أكثر من مليون زائر كل التفاصيل معك رغدا قبوري الدورة السادسة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس استقطبت أزيد من مليون زائر هذا حسب ما أفاد به المندوب بالنيابة للمعرض الدولي للفلاحة السيام السيد كمال حيدان مردفا أن المعرض أكد دوره المهم كمنصة أساسية للفلاحة على المستوى الدولي والقاري هذه السنة هذه المعرض اجتاد بأكثر من مليون زائر إلى حدود الآن في حدود ظهر اليوم مؤكدا بذلك بأن هذا المعرض يبقى منصة رئيسية للفلاحة على الصعيد العالمي والقاري المعرض الدولي للفلاحة الذي انعقد هذه السنة تحت شعار المناخ والفلاحة من أجل أنظمة إنتاج مستدامة وقادرة على السمود عارف مشاركة 1500 عارض من 70 دولة و45 وفدا أجنبيا من بينهم 22 وزيرا بالإضافة إلى منظمات دولية من قبيل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو دورة 16 للمنطقة الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح باهر ليس فقط لكونها صلتة الضوء على مستجدات وتطورات القطاع الفلاحي بالمغرب وإنما أيضا لكونها فتحة سطرق نحو مستقبل تكون في الفلاحة مرادفا للاستدامة والصمود والابتكر الحادث شهد أيضا تنظيم حوالي 40 ندوة أغنتها منقشات ثرية حول موضوعات رئيسية مثل تغير المناخي ورقمنة الفلاحة وأهمية البحوث الفلاحية من أجل الاستدامة بوجد أكد مشاركون في ندوة وطنية أهمية تعميم الحمية الاجتماعية في ترسيخ قيام التضامن والتكافل كأداة لتعزيز المسواة في المجتمع خلال ندوة وطنية نظمت بوجد تحت شعار التضامن الاجتماعي نحو التقنين والمأسسة أكد المشاركون على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية في ترسيخ قيام التضامن والتكافل كآدات لتعزيز المساواة في المجتمع في إطار ما يسمى بالتضامن الاجتماعي نحو التقنين والمأسسة هذه الندوة التي تأتي مواكبة للورش الكبير لصاحب الجلالة نحو بناء وترسيخ الدولة الاجتماعية الساتذة جامعيون وباحثون أشاروا إلى انخراط المغرب في ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المغرب منذ القدم عرف هذه القيمة التضامن الاجتماعي وكرزها والآن هناك خطوات جادة من طرف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين من أجل تعزيز هذه القيمة التي تهدف بطبيعة الحال إلى إقامة مجتمع متماسك وتعاون وفي السياق ذاته صلت المتدخلون الضوء على الإجراءات والسياسات التي تروا متعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في الأخبار الدولية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمسي أن قوتها دمرت العديد من مستودعات ذخيرة الطيران ومستودعات معدات الطيران وحضائر الطائرات بدون طيار في ثلاثة مطارات أوكرانية وزارة الدفاع ضافت أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية سقطت 46 طائرة أوكرانية بدون طيار وخمسة صواريخ طاكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من جانبها نشرت أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن محطة رادار ريبينيك عالية التقنية الروسية التي دمرت غارة بدون طيار في أوكرانيا وقالت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها إن 112 معركة جرت على خط الموجة خلال 24 الساعة الماضية حيث صدت قوتها الهجمات الروسية في مناطق متعددة دعت شخصيات بارزة حضرت اجتماعا خاصا للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية دعت إلى بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة من خلال تعزيز التعاون الدولي مستشهيدة بالتحديات الجغرافية والاقتصادية الهائلة التي تواجه العالم وافتتح الاجتماع الخاص الذي يستمر يومين حول التعاون العالمي والنمو والتاقة من أجل التنمية ويضم أكثر من 220 مشاركة من أكثر من 60 دولة ومنطقة بالإضافة إلى منظمات دولية وفي كلمته الافتتاحية كدى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بروش بريندي على الحاجة الملحة للتعاون الدولي نظرا لتساعد التوترة الجيوسياسية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي أدت إلى التوسيع الانقصامات العالمية تم بي القاهرة استعراض والتجربة المغربية في مجال التحكيم الرياضي وذلك بمناسبة المؤتمر العربية الثالث للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى ثلاثة أيام حول ألية تعزيز الفعالية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية لنتابع مشاهدين الكرام بمناسبة المؤتمر العرب الثالث للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى ثلاثة أيام حول آلية تعزيز الفعالية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية تم استعراض التجربة المغربية في مجال التحكيم الرياضي التحكيم المغربي يميز أولا سرعة وتانيا سرعة في البت لأن أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر للبت في النزاة تانيا اختيار المحكمين من طرفي الدعوة المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون يسعى لبحث آليات تعزيز الفعالية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية وذلك بمشاركة نخبة من مسؤولية لاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية والبارالمبية العربية ومديرية لاتحادات الرياضية والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية من بينها المغرب المتحدث المهم في هذا المؤتمر يقدم لنا تجربة المملكة المغربية في مجال التحكيم الرياضي وهي التجربة الثالثية ونعلم أيضا أن المملكة المغربية تحتل دائما وأبدا مكانا متميزا في المسابقات وفي بطولات كأس العالم وكأس الأمر الأفريقية وغيره بادرت المنظمة العربية لتنمية الإدارية لتوفير هذه المنصة التي شارف فيها كل المقتصين من القطاعات والمؤسسات الرياضية في الوطن العربي بهدف طبعا تعزيز الأداء المؤسسي والموارد البشرية العربية في هذا المجال الحادث يتناول عدة محاور من أهمها عرض مبادئ الميثاق الأولمبي كما يستعرض المؤتمر تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي وعرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية بمحكمة التحكيم الرياضي انطلقت بسينما إسبانيول بتتوان فعاليات الدورة التاسعة والعشرية لمهرجان تتوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلل الملك محمد السادس بحضور ثلة من مهني الفن السابع وشخصيات من عالم الثقافة والفنون ببرنامج غني ومتنوع يعود مهرجان تتوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته التاسعة والعشرين مهرجان دولي يعتبر جسرا للتواصل والانفتاح على الآخر عن طريق الفن السابع حفل افتتاح مهرجان تميز بتقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وعرض الأفلام المشاركة في هذه الدورة الفقرات التي نعودها هذه العاملة المرة الثانية هي لذاته اليدية التتوان أوراش سينما في تتوان وهذا الأوراش تميز بأننا نسمح بلقاء ما بين المبدعين الشباب المغاربة الحاملين لمشاريع أفلام والمنتجين والمخرجين السينمائيين اللي بطبيعة الحال محترفين من أجل إخراج هذه الأفلام من الوجود وعرف افتتاح هذه التظاهرة تكريم الممثلتين التركية فلدان أتاسفير والإيطالية إيزابيلا راجونيز بالإضافة إلى الاحتفاء بضيف شرف المهرجان الممثل التركي ميرت أرتيميسك كما سيعرف برنامج دورة هذه السنة المتواصلة إلى غاية الرابع من ماي المقبل تنظيم لقاءات بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد وأكذا مخرجين وممثلين في موضوع آخر اختتمت بالجماعة الترابية بروسة تابعة لإقليم يرحمنا النسخة الرابع عشر من لحاق المغرب التاريخي في أجواء احتفالية وذلك بعد أيام غنية بالاستكشاف والأحاسيس بإقليم يرحمنا وتحديدا بالجماعة الترابية بروس نظم حفل اختتم النسخة الرابعة عشر من لحاق المغرب التاريخي على شرف المشاركين في هذه النسخة الدورة المنظمة من قبل النادي المغربي للرياضات الميكانيكية تحت رعاية السمية لصحب الجلال الملك محمد السادس جمعت عشاق رياضة السيارات مغاربة وأجانب الأهم في هذه التظاهرة هو الوصول بسلام دون حوادث أو أضرار وبخصوص هذه النسخة فقد جرت مرة أخرى في أفضل الظروف بفضل السلطات المحلية ومختلف الشركاء المشاركون تمكنوا من الصفر عبر العديد من المدن والمناطق بالاعتماد على سيارات عتيقة لم ينل القدم من قدرتها على التحمل والمنافسة إنها رحلة في قلب المملكة المغربية المتسابقون استقبلوا بحفاوى خلال مختلف مراحل هذه المنافسة التي تعد واحدة من أهم الراليات في العالم ومن أجل نجاح هذه النسخة وضمان راحة المتنفسين عبأ المنظمون طاقم عمل مكون من أكثر من 300 شخص بالإضافة إلى موارد ومعدات لوجستية تحافظ لهذه التظاهرة على مكانتها ضمن أكبر الفعاليات المرموقة لأنشطة السيارات حول العالم ووطنياً دائماً نظمت جمعية المرأة إنجازات وقيم الأحد بالرباط الدورة الرابعة عشر لسباق النصر النسوية وذلك تحت الرئيس السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس رغدا قبولي نجري على شق الديد شعار الدورة الرابعة عشرت لسباق النصر النسوية المنظمة من طرف جمعية المرأة إنجازات وقيم دورة السنة تميزت بمشاركة حوالي 15 ألف متسابقة كيف ماشتو يعني واحد العداد اللي هو تقريباً فق السنة الفاريطة لأنه حفصنا ثلاث سنوات وهذه الدورة الثانية من بعد الكوفيد يعني الحمد لله كيف ماشتو يعني شارع النصر ممتلئاً آخره هو سباق النصر عنده أهداف الرياضة أساس ومهمة بالنسبة للصحة السباق الذي عرف مشاركة نساء وفتيات قادمنا من مختلف مناطق المغرب ومن خارجها تميز بقطع المشاركات مسافة ثمانية كيلومترات عبر مصار اخترق المواقع التاريخية للعاصمة الرباط في أجواء حماسية مسافة 8 كولومتر حتلت في المرتبة التالية وحسيت بواحد شعور زوين حتلت في المرتبة التالية وكان السباق في المتناوى إن شاء الله نقدر ندخل أنا البروميار إلا كانت تعود في حالة السيبة التظاهرة هدفها تحصيص المرأة بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها حقاً دستورياً وحقاً من حقوق الإنسان للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والعقلية وعلى هامش الدورة الرابعة عشرة من سباق النصر تم تكريم عدد من الوجوه التي تنتمئ العالم الفن والرياضة والإعلام بهذا الموضوع نوقع نية هذه النشرة شكراً لكم مشاهدين الكرام على المتابعة بعد قليل الموجس في أمين الله ترجمة نانسي قنقر